هناك مجموعة كبيرة من القوانين يجب أن تتعدل هناك حتى قانون الاستثمار الذي هو جدا منفتح بعد ما أطلق بهذه السنوات كلها هم يراد لإعادة دراسة فهذه التثبيئات الآن جهات مختلفة التي تشتغل عليها المصادر تقول أستاذ محمد والمعلومات المتوفرة أنك صحفي وأن السيد السوداني تدخل بنفسه لحماية بعض المستثمرين اللي تعرضوا لابتزاز خلال هذه الفترة والفترات السابقة وقدمه شكال الرئيس الوزراء وإقناع آخرين للعمل الاستثماري داخل العراق. هنا يأتي السؤال المهم. ماذا دور رئيس الوزراء؟ إذا رئيس الوزراء هو اللي يدخل يحمي المستثمر يحمي منين نهاية الاستثمار؟ لا هي مبهى الشكل حقيقة دولة رئيس الوزراء كان حريص أنه يكون أو يقود عملية جذب الاستثمار. فأول شيء فعاله كان هناك خط ساقن للمستثمرين اللي متوقف أعمالهم. لأنه ردنا نفعل الاستثمارات هذه على متخلق فرص عمل. تخلق فرص اقتصادية أخرى. فأول شيء خلقه أو سواه هو موضوع الخط الساخن وكان حق أي مستثمر يبعث أي شيء لدولة رئيس الوزراء وكانت تم عليه. وكان هذا جزء. كم اتصال تلقيته على الخط الساخن؟ والله إحصائيا أكثر من تقريبا. أي. يعني ما عندي إحصائيات دقيقة. بس نحن نتلاقى نوعية من الاتصالات. كان أكو اتصالات التي هي واجهة مشاكل. خلينا نجمعها ونشوف القاسم المشترك الأعظم بيناتهم. مشكلة أساسية الأرض كانت فيه الكثير من عندها. إنه يتم أعطاء الإجازة وإلى آخره. وأكو مشكلة فيما يتعلق بالحصول على الأرض والاستثمار. هذا جزء من المشاكل. اشتركوا في القناة